Galaxy M31S أحدث هواتف سلسلة M التي تنتمي لفئة الهواتف ذات المواصفات الجيدة والأسعار الاقتصادية فلنتعرف عليه في نظرة أولية على الهاتف سترى تصميما بهيكل زجاجي ومنحن من الخلف لتسهيل عملية مسكه مع إطار من البلاستيك مع وجود مستشعر للبصمة مدمج بزر الطاقة جاء الهاتف في أبعاد طولية 20 إلى 9 وهو نفس التصميم في أخيه السابق M31 مع تغيير طفيف من حيث الكاميرا الأمامية التي جاءت بداخل ثقم في الشاشة وليس نوتش الشاشة مقاسها 6.5 إنش محمية بطبقة Gorilla Glass 3 بدقة Full HD Plus بكثافة 405 بيكسل بالإنش تستحوذ على 91% من واجهة الهاتف وهي من نوع Super AMOLED وهذا أمر ممتاز لهاتف من الفئة المتوسطة يدعم الهاتف خاصية USB On The Go التي تسمح له بالاتصال مع الفلاشات الخارجية لنقل وتبادل البيانات بينها وبين الهاتف أو حتى الاتصال مع الأجهزة الخارجية مثل الماوس والكيبورد من حيث الأداء يعمل الهاتف بنظام Android 10 مع واجهة سامسونج الجديدة One UI 2.0 ومعالج Exynos 9611 ثماني نوا بتردد 2.3 جيجاهرتز ومعالج رسوميات من نوع Mali G72 MP3 جاء برام 8 جيجا بايت وذاكر التخزين داخلية 128 جيجا بايت ونسخة ثانية برام 6 جيجا بايت وذاكر التخزين داخلية 128 جيجا بايت ويمكن تركيب ذاكرة خارجية حتى 512 جيجا بايت يأتي الهاتف بكاميرا خلفية رباعية العدسة الأولى بدقة 64 ميجا بيكسل وفتحة عدسة 1.8 والثانية بدقة 12 ميجا بيكسل بزاوية رؤية واسعة بفتحة عدسة 2.2 بينما العدسة الثالثة بدقة 5 ميجا بيكسل سوبر ماكرو لتصوير العناصر القريبة بفتحة عدسة 2.4 والرابعة بدقة 5 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4 لدعم عمق التصوير الكاميرات تأتي مزودة بفلاش وتدعم تقنية HDR والبانوراما أما الكاميرا الأمامية بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.2 وتدعم HDR البطارية بسعة 6000 ميلي أمبير وتدعم الشحن السريع بقدرة 25 واط بالإضافة لدعمه للشحن العكسي سيتوفر بعدة خيارات من الألوان مثل الأسود والأزرق تم تسعير النسخة التي تأتي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام بسعر 300 دولار والنسخة التي تأتي بمساحة تخزين 128 جيجا بايت مع 6 جيجا بايت رام بسعر 275 دولارا دون تفاصيل بعد عن موعد وصوله لأسواق الشرق الأوسط شاركنا رأيك عن الهاتف والآن نترككم مع السعر بمختلف العملات موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر